لقد كان لكم في رسول الله إسعة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشكر في بداية هذه الكلمات المجلس العلمي المحلية لوجدة والإخوة والزملاء الأعزاء في مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة على إتاحتهم لنا جميعا هذه الفرصة للتفكير المشترك والتداول والنظر الجماعي في حالة نكابدها جميعا ويعيشها عالمنا بمستويات مختلفة حتى أن واحدا من أفراد هذه العائلة الإنسانية الممتدة لم يسلم جانب من جوانب حياته من آثار هذه الجائحة وتداعياتها ونتائجها في أي مكان وفي أي قطر من أقطار هذا العالم وأحب أن أبدأ هذه الكلمة بالإشارة إلى أن ما نحن بصدده الآن هو محاولة للتفكير في ما بعد لحظة كورونا أي أننا لا نزعم الحديث عن مرحلة ما بعد كورونا فهذا لا زال مطلبا بعيدا ومرحلة بيننا وبينها مراحل وإنما نتحدث عن اللحظة الأولى التي انطلقت فيها شرارة هذا الحدث العالمي غير المسموق في اتساعه وفي مستوى إحساس البشر به هذا نحن نتحدث عن ما بعد لحظة وقوع الحدث نفسه ما بعد لحظة كورونا وبالتالي فإن أي محاولة للارتياد للنظر في المستقبل ستكون محفوفة بكثير من الأخطار المنهجية التي تقضي التريث والحبر المنهجي والتوقف لأن لا نسارع إلى بعض النتائج الفكرية والمسبقات قبل أن تنضج الظروف الفكرية والموضوعية المناسبة لإبدائها ومن هنا من المهم أن نتحدث عن لحظة الوباء نفسها لحظة كورونا أذكر أنه قبل ست سنوات نشرت واحدة من المجلات الإلكترونية ذات الصفحة أو التي ترتبعها صفحات يتابعها الكثيرون من الشباب ومن المتابعين اسمها أنا أؤمن بالعالم نشرت في يوليو سنة 2014 مقالا بعنوان كم نحن البشر قريبون من الخلود وهذه المقالة أبدأ فيها كاتبها واسمه راي كورزويل أو راي موند كورزويل وهو كاتب ومخترع من المستنبئين الذين يتحدثون عن المستقبليات وكان مديرا للهندسة في جوجل تحدث عن القرب الشديد للإنسانية من المرحلة التي سيشهد الإنسان فيها الخلود وقال إن العلماء من خلال دراساته يتفقون على أن البشر لم يعد بينهم وبين امتلاكهم القدرة على العيش إن أرادوا إلا حوالي ربع قرن أو عشرين سنة كان هذا الكلام قبل حوالي ست سنوات طبعا هو يفسر على أن هذا السنتاج يعود ويتأسس على أن العلماء يعورون كثيرا على تكنولوجيا النانو أو التكنولوجيا المتناهية الصغر التي ستمكن الإنسان من التحكم في حياته وأن ذلك سيتم من خلال إدخال ربوطات المتناهية الصغر في شرائينه وعروقه لتنظفها وتوفر سيانة دائمة ودورية للخلايا إلى ذلك وما دامت هذه الروبوطات تزود بالطاقة فستستعمل بشكل جيد وبالتالي سيمكن البشر من البقاء على قيد الحياة وإطالة أعماره طبعا هذه الدراسة بعد ذلك قبلت بالرفض والرجل نفسه كاتبها أقرر بأن الخلودة مصطلح خاطئ ولا يعبر عن المراد لأن الخلودة مصطلح يعني استحالة الموت بينما الوصف في هذه الحالة في حالة الإنسان غير دقيق لأن البشر حتى مع أرقى مستويات التكنولوجيا سيظلون معرضين للموت وعلى وجه اليقين الموت من غير قصد كما سيقول المهم أنه عندما كانت هذه النوعية والأفكار كانت سائدة في المجتمع العلموي وفي بعض الأفكار العلموية التي تسيدت المشهد الأكاديمي قبل سنوات كانت الإنسانية فعلا قد وصلت إلى حالة من الوثوقية واليقين أن نابتنا قابق وسين أو أثناء من تحقيق معجزة خلود الإنسان والقطع مع الأمراض وحتى في المجتمعات الطبية كان يقال أنه رميعد بيننا وبين نهاية المرض والتحكم تماما في مصير الإنسان والحياة سوى خطوات قليلة تقطع في مجال بحوت الدماء وعلوم الوراثة وغير ذلك عندما جاءت لحظة كورونا تبين أن كل هذه العلموية المزهوة كل هذه الادعاءات هي محض تمنيات ونرجسيات أورثتها الثورات التكنولوجية وثورة المعرفة الإنسان وعندما فاجأ الوباء دون سابق إنضار الإنسانية كلها بل أكد لها أنها حتى مع معرفتها بالأمراض بعض الأمراض تظل عاجزة وغير قادرة على التعامل معها بل غير متحكمة بشكل كبير جدا في مستقبل الحياة ومستقبل الإنسان كان أدعى هذا إلى نوع من التواضع في ادعاءات المقدرة الإنسانية وهو أمر يؤكد المقولة التي قالها رجل كتب عن الأمراض وعن الطاعون تحديد ما هو ألبير كامي عندما يقول بأن العالم ليس لنا هذه المقدمة في رأيي ضرورية لمحاولة أن أتحدث عن معالم ما بعد هذه اللحظة وهي معالم بدأت تستبيل في الحديث عن المعنى من الحياة خصوصا أصبح هناك اهتمام غير مسبوق بالالتفات إلى أهمية فكرة الحياة نفسها أهمية نعمة الحياة أهمية فرصة الحياة أن هذه المرحلة من الزمن المقتطعة من تاريخ الممتد والتي تشهد حياة الكائن الإنساني هي من الأهمية بحيث ينظر استثمارها وإدراك أهميتها وملئها بكل مفيد وأن الزمن هو أهم بكثير من أن يصير مساحة للتفاهات والانقضاء العمار في الاستهلاك واللهة في وراء السعار الاستهلاكي والرغبات الزائلة والتكاثر من الكماليات والقضاء الأوقات في الأشياء التافهة والكلام التافه إلى ذلك القضية الأخرى المرتبطة بهذا هو أننا نطرح اليوم أسئلة كثيرة حول قضية الزمن وقيمة الزمن ونوعية الزمن التي عاشها الناس في هذه اللحظة وفيما بعد لحظة كورونا هناك كاتب بريطاني من أصل هندي مهم اسمه سردار دياء الدين سردار عنده كتاب عن الأزمنة ما بعد العادية يتحدث عن طبيعة الأزمنة التي يعيشها الإنسان في هذه المراحل في مرحلة مراحل ما بعد الحداثة وأن هذه الأزمنة ما بعد العادية ستكون أزمنة أو مرحلة يعيش فيها الإنسان حالة تتداعى فيها ثقة البشر بما هو سائد من الألماط والأعراف الاجتماعية والمعرفية والمجتمعية والسياسية وغيرها حالة أشبه بالحالة التي نعيشها هي حالة الأزمنة ما بعد العادية وأن هذه المراحل ليست مراحل عابرة وإنما جزء من طبيعة مرحلة يدخل من التاريخ البشري شاملة هذه الأزمنة ما بعد العادية هي أزمنة ومراحل تاريخية يدخلها الناس تتسلم باللايقين بالتغير السريع بالتغير السريع في نمط الحياة ونمط المعمار والسكن والدراسة والتنقل السريع وتغيير الوضائف وتغيير الأوضاع إلى غير ذلك وتتسلم طبعا بالتناقض والفوضى واللايقين والتعقيل إلى غير ذلك لكن الفكرة الأساسية هي أننا دخلنا بالفعل في مرحلة من الزمن هي مرحلة ما بعد الزمن العادي وأن الناس في هذه المرحلة تتحديدا أدركوا طبيعة هذا التحول بشكل خطي وبشكل قاطع في مرحلة مجلسة الفكرة الأخرى المرتبطة بهذه المرحلة هي إدراك الناس بشكل غير مسبوق أهمية الترابط فيما بينهم سواء كان هذا الترابط على صعيد العلاقات التراحمية داخل الأسرة بحيث أدرك الناس خاصة في فترات الحجر الصحي أهمية العيش معا وأن يكونوا إلى جانب بعضهم البعض خاصة في اللحظات الاستثنائية كان هناك في فرنسا على سبيل المثال أزيد من عشرة ملايين إنسان قضوا أشهر الحجر الصحي منفردين عشر ملايين من البشر في بلد واحد عاشوا هذه الأشهر الطويلة منفردين لأنهم يعيشون حالة الفردانية يعيشون لوحدهم سواء كانوا شبابا أو شيبا في مختلف الأعمار هذه الحالة في لحظة ما بعد الحدث ما بعد الوباء بيّنت أهمية هذه العلاقة بقدر ما بيّنت أن الناس جميعا في مختلف أقطار العالم يعيشون مصيرا مشتركا هذا الوباء عندما نزل لم يميز بين الناس على أساس دين أو عرق أو لغة أو ثقافة أو طبيعة اجتماع أو نمط السياسة أو غير ذلك وإنما تعامل معهم جميعا لأنهم بالفعل أفراد أسرة إنسانية واحدة يعيشون في عالم مشترك تتهدده مخاطر مشتركة فكل هذه المخاطر والتحديات يمكنها أن توضي بزفينة العالم كله وبركابها جميعا دون أي تمييز أو تفريق بينهم سألت هذه المرحلة كذلك نمط الحياة الذي كنا نمضي فيه جميعا المتسم بالصراع مع الوقت بالصراع مع الزمن بطغيان مساحة الأشياء غير المهمة التافهة الكمالية غير الجوهرية على حياة الناس وكيف أن طغيان هذه الأشياء على مساحة حياة الناس وبرنامجهم وزمنهم قد أدى مع الوقت إلى تراجع الأشياء الجوهرية المعنى من الحياة تحسين القدرة على الحياة تحسين مستوى الذات العمل على الذات باستمرار الاتفاة إلى الآخرين القيم التراحمية اللي عيشوا من أجل فكرة قبرى الإحساس بالمجتمع وقضاياه وأسئلة إلى ذلك هذه المعاني كلها رجعت لأن الناس بفعل تراجع لأنه كان تراجعا مؤقتا للسلوكات غير المهمة لكن هذا التراجع لو أنه كان مؤقتا أتاح العودة إلى القيم الجوهرية ومسائلة النفس ومسائلة القيم السائدة طبعا كانت هذه اللحظة اختبارا جماعيا لإنسانية الإنسان يقولون أنك إذا كنت تشعر بالألم فأنت حي لكن إذا كنت تشعر بالألم الآخرين فأنت إنسان عاد الأمر لتأكيد معاني إنسانية الإنسان أن الناس ينبغي أن يعودوا كما هي فطرتهم وكما عاشوا عليها طويلا بشرا وآدميين وأناسا حقيقيين يستطيعون أن يشعروا بآلام الآخرين طبعا واحدة من أسوأ آثار هذه الأنواع من الأوبئة أنها تزيد المخاوف من المدرة تزيد من التهافت والتسابق على السلاع وغير ذلك مما شهدناه جزئيا وخاصة في بعض الدول حتى الدول التي كانت تسمى بدول الوفا لكن في المقابل هذه فرصة متجددة لبث القيم الأساسية والجهورية في حياة الإنسان وللتأكيد عليها في هذه المساحة الزمنية نحن نعيش معا مرحلة مفتوحة على كل الاحتمالات لا نعرف طبيعة المستقبل باستمرار لا نملك إلا تأكيد على معالم الاهتداء لربع التي يمكن للإنسان أن يسير على هديها ليخضو خطوات نحو المستقبل ليخضو خطوات وهو يدرك تماما أن هذه ليست نهاية العالم وأنه بإزاء تحديات ممكنه أن يتعامل معه ويعيش حتى إنتر إلى أن يتأقلم معها على المدى الطويل لكن معتبرا بهذه المعايير ومستهديا بهذه المنظومة من القيم وهذه المعالم الاهتداء ليستطيع أن لا يظل بعد هذه المرحلة كما كان قبلها وأنه إذا استطاع الناس أن يعبروا هذه المرحلة فينبغي أن يكون الدرس الأكبر منها وأن يعيشوا حياتهم بطريقة مختلفة بطريقة أن يعيشوا حياة أعمق أن يعيشوا كما كان يدعو ابن سينة عندما يقول اللهم ارزقني حياة عريضة ولو لم تكن طويلة أي نوعية الحياة جودة الحياة المعنى من الحياة أن يعيش الإنسان شاكرا وناعم شاكرا لنعمة القدر التي أتاحت له هذه الفرصة الجديدة أختم بعبارة كان يقولها جلال الدين الرومي للناس في مثل هذه المرحلة فيقول عندما تتخطى مرحلة صعبة من حياتك ينبغي أن تعيش كناج وليس كضحية بارك الله فيكم جميعا